رحبت مصر بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين الحكومة اليمنية والحثيين في جناب لتبادل الأسرة وثمنت مصر في بيان صادر عن وزارات الخارجية الجهود المبدولة من قبل المبعوث الأممي لليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الصدد دعية إلى تنفيذ الفوري للاتفاق وإطلاق صراح الأسرة دون تأخير وصولا إلى الإفراج عن كافة الأسرة والمعتقلين بما يتصق مع بنود اتفاق ستوك هولم لعام 2018 ويسهم في تعزيز إجراءات بناء الثقة وصولا إلى تحقيق تسوية سياسية للأزمة اليمنية الممتدة